الغريب أن شاول كملك كان ممكن يطلب الناس تحارب معه لوحده لكن هو لما بعت أجزاء البقر للناس قال لهم أن تخرجوا للحرب مع شاول وصمويل فوضع النبي معاه في الأمور وده بيأكد لنا أن الروح القيس بيخلينا بيحسن انسجام في القيادات بيحسن انسجام ما بين المؤمنين بيحسن انسجام بيني وبين الناس في المستوى الأعلى بيحسن انسجام بيني وبين المستوى الأسفل بيحسن انسجام بيحسن انسجام بيحسن انسجام بيحسن انسجام وبيخلينا كلنا نحترم القيادات ونحترم الأب والأم ونحترم الأسرة ونحترم الترتيب ونحترم مدرسنا ونحترم بيكون فينا احترام لأن الإكرام لمن له الإكرام والإحترام لمن له الاحترام ده الروح القدس بيحطه جوانا بيحصل إمتى ده؟ ما بيحصلش احترامه وما بيحصلش إكرام لما الروح القدس مبقاش موجود والذات يطلع جوايا لأن عندنا السلوس الشيطاني أو السلوس الإبليس اللي هو اللي ضد العالم والعالم والإبليس والذات فالله الآب دايما ما بيحبش العالم وقانون العالمي وأنظمة العالم فلا تحبوا الأشياء التي في العالم لا تحبوا العالم والأشياء التي في العالم لأن الآب ما بيحبهاش ضد الآب إبليس كان مسيطر تماما عليه فكرة أنه هو يحارب الرب يسوع فقال له لما قال لإبليس لما رب يسوع لعن الحية قال له نسل المرأة يسحق رأس الحية رأس الحية أنت تسحق عقبه ففي حرب بين نسل المرأة اللي هو رب يسوع وإبليس والرب يسوع انتصل في الصليب هاللويا وأصبح لنا حياة أبدية الثالث الزات ودي أكتر قضية بتتعب الناس الزات الإنسانية الأنا الزات الإنسانية كل ما هتبقى هي على العرش كل ما أنا بديها انتشي يا ذاتي وارتفع يا ذاتي وتعال يا ذاتي الروح قدس موجود لكن أنا لما أخضع ذاتي لله الروح قدس بيمتلك فده الجزء المهم جدا أن أنا أخضع للسلطان حسب مشيئة الرابع الجزء الثالث شاونا حمل حاجة غريبة خالص في الصحة 11 قالوا عنه أنه هو بني عالي مقدملوش هدايا لما حطوه في الملك لكن بعد ما انتصر الناس قالت تعالوا نروح لموت الناس اللي رفضوا لتكون شاول فقالنا لا اليوم ده مش يوم قبل حد اليوم ده كل الناس متسامحة كلنا كويسين دايما احتفال وسامح الناس أعداءه على هذا الأمر لكن شاول ما سامحشي في أي حاجة ده شاول افترع على داود بعد ما خسر روح قدس افترع على داود وخرج حاول يضرب الرمح مرتين عشان موته وفي بيته قدامه وبضربه مزيكة وخرج وراء هنا وخرج وراء هنا وأصبحت عملية مستمرة للحق بداود وعداوة وداود في كل مرة يثبت له أنه أنا ما عنديش عداوة ما عنديش استعداد قتلك قتل بلد كاملة نوب كهنت نوب 85 كاهن ومع البلد كمان يعني ما خلاش حد فأصبح عداء مروش أي معنى لأنه خايف من داود وداود ده كان جوز بنت وكان نسيب وكان قائد جيش عنده وكان أمين لي فده الشيء الخامس الشيء السادس وده مهم عايز تخدم الرب لازم يكون لك قلب إنك تخدم الرب ما يكونش القلب بتاعك على مصالحك الشخصية شاول وهو بيخدم الرب كان ليه قلب صار وقام وعمر الحرب وقدم وانتصر وكان بيقى نافذ الميشن اللي الرب ادهاله اللي ارساليه ادهالك الرب لكن لما شاول فرق الروح القدس عمل حاجة غريبة خالص بدأ يبقى خايف على التاج بتاعه لدرجة أنه شتم ابنه وقال لي يا ابن المتحوجة وشتم يوناثان وقال له لو ما ماتش داود انت مش هتاخد الملك عمرك ما هتشوف الملك كان خايف جدا على الملك وتعب جدا الملك فإحنا المفروض علينا أن مصالحنا الشخصية تنتهي وتبدأ من خلال دا مصالح الرب وعمر الرب والميشن بتاعت الرب ما يكونش الامبشن بتاعنا وتطلعاتنا وطموحاتنا هي اللي بتقودنا لكن الروح القدس بيقودنا عشان ما جد الرب يسوع في حياتنا اشتركوا في القناة